هذه الحكمة نور وبنا وبه الله يسوق المننا صرح من تقوى وأساس صار لمن آواهم وطنا هذه الحكمة نور وبنا وبه الله يسوق المننا صرح من تقوى وأساس صار لمن آواهم وطنا بسم الله يبارك سعيا خطوا صدق فقاب المحيا في الحكمة وبدار سلام خير أشرق من تنزانيا تروي ضمآلا وغلوبا وتفرج كالغيث قلوبا تصلح بين الناس وتبني بالخيرات عرا ودروبا هذه الحكمة نور وبنا وبه الله يسوق المننا صرح من تقوى وأساس صار لمن آواهم وطنا هذه الحكمة نور وبنا وبه الله يسوق المننا صرح من تقوى وأساس صار لمن آواهم وطنا أوج مولانا مسعاها بالقرآن فطاب شباها لتظل مسابقة كبرى في العالم قد شع طياغ ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله ثم أما بعده ففي هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المبارك عام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الثاني الثالث شرفت بزيارة مؤسسة الحكمة وأنا الآن بين الطلاب والطالبات الأيتام في المراحل التعليمية المختلفة واطلعت على المكتبة واطلعت على القاعات وعلى المسجد فوجدت حقيقة الخدمة على أعلى مستوى يعني لو قامت بهذه الخدمة دولة لا تستطيع أن تقدمها كما رأيت الوسطية وسطية الإسلام دين الرحمة وهي صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قصرها ربنا سبحانه وتعالى عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وجدت هذا واقعا عمليا لأني ذهلت حينما رأيت طلابا غير مسلمين داخل هذه المؤسسة ينفق عليهم من أموال المسلمين فكأنني أعيش أيام السلف الصالح رضوان الله عليهم فكل من عاش تحت مظلة الإسلام نعم برحمة الإسلام بغض النظر عن الدين الذي يؤمن به كما التقيت بالإخوة المدرسين القائمين على تربية هؤلاء الطلاب وأعجبني زي الطلاب والطالبات فهم منضبطون زيا ونظافة وخلقا وسلوكا وهذا يدل على أن المقام هنا ليس مقام تعليم فحسب وإنما هو مقام تربية سلوكية يعني حريصة على أن تخرج طلابا وطالبات يحسن بعد ذلك خدمة أوطانهم والعيش في بلادهم وإعمار أوطانهم لأن العناية بتربية العقول أهم من العناية بتربية الأبدان فإن الأبدان إنما تكون تكون لتعيش للحياة لشهواتها وإنما العقول هي التي تبني هذا الوطن ولذلك نحن بحاجة في أمة المسلمين كلها في كل الدول إلى أمثال مؤسسة الحكمة كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في سعي الشيخ الشريف عبد القادر الأهدل وأن يبارك في أعماله وأن يجمع القلوب من حوله وأن يهيئ له رجالا يعينونه على الخير وأن يعينه على حسن الغرس وحسن الإنبات وحسن الإثمار سائلا لها تبارك وتعالى أن يكتب له أجر ذلك وثوابه في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه محدثكم إبراهيم الهدهد من علماء الأزهر الشريف رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية طبتم وطاب الخير في بلادكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه هذه الحكمة نور وبنا وبه الله يسوق المننا صرح من تقوى وأساس صار لمن آواهم وطنا